موسيقى سؤال وجودي وفلسفي أنا مين؟ ومن أكون؟ هل أنا شغلي؟ أنا دراستي؟ أنا صفاتي؟ وهكذا وفي حاجة إحنا بنقول عليها في علم النفس اسمها الإيجوتراب عايزة يعني أقف عندها شوية أو فخ الهوية فخ الكينونة بمعنى أنا عايزكوا كلكم تعملوا الإكسرسايز دا معايا يعني أعملوا التمرين دا معايا كده في ديئتين أو ديئة أو نص فكر في ميزة أنت حاسس أنك بتتسم بيها صفة أنت عارف أنك كويس فيها قوي الناس كانت بتحمدك عليها أنت فخور بيها فليكن مثلا صفة العطاء أنت شخص عطاء بتحب تدي الناس بتحب تساعدهم مساعد وفكر الصفة دي خدمتك إزاي وخلاص يبقى دي متأصلة جواك دا جزء من كينونتي وكأنك وانت بتعرف نفسك أنا فلان العطاء أنا فلان الكريم أنا فلان اللي بساعد الناس طيب الخطوة التانية فكر في عكس الصفة دي تماما مين الناس اللي لما بتشوفهم تقول دو العكسي تماما فليكن الشخص الأناني اللي ما بيفكرش إلا في نفسه وما بيديش حد وبياخد باله من نفسه الأول قبل ما ياخد باله من أي حد دا لو خد باله من أي حد طبعا انت بطبيعة الحال إن دا نظام في الهوية بتاعتك انت تكاد تكون بتكره الناس دي حساس أو اتجاههم إزاي الشخص دا ممكن يبقى أناني كده إزاي ما بيفكرش إلا في نفسه ومن هنا بيظهر حاجة اسمها فخ الهوية هوية العطاء هوية اللي دايما بيدي وما بياخدش فالخطوة التالتة فكر إزاي صفة العطاء دي ضرتك قبل كده هتقول لي إيه دا هو العطاء ممكن يضر؟ آه ممكن يضر الشيء لو زاد عن حده إن قالت ضده أي صفة انت بتتسم بيها وماشي بيها على طول الخط لو زادت عن حدها إن قالت ضدها فييجي شخص زي الأناني دا هيبقى عامل زي ما يكون معلم غير مباشر ليك هو أي نعم عكسك تماما أنا مش طالب منك تبقى أناني ولكن بعض الأنانية في حياتك هتدي توازن كبير قوي ترجمة نانسي قنقر